أهلا بك يا فرس أهلا بك يا عسامة وهو طيب الزكر دوما كابتن صالح سليم أنا من مريدين كابتن صالح سليم لأنه هو من الأباء المؤسسين للأهل دايما فكرة الأباء المؤسسين في السياسة أو العلوم أو نشأة الدول والكائنات بتكون مرتبطة بالمجموعة الأولى اللي سامت في خروج الكائنات دي ولكن كابتن صالح سليم رغم أنه هو دوره في مجالس الإدارة كان متأخر بداية من 1980 أو في التمانينات ولكن هو من الأباء المؤسسين بمنهجه وبتراث سابه بنى على التراث القديم بتاع النادي لالي وقدرنا نستلهم منه مواقف كتير جدا يمكن من مفاركات كابتن صالح سليم أن أزمة 1985 اللي أكيد كلكم فاكرينها وأكيد كلكم عارفين أحداثها وإيقاف الستاشر لاعب وإن إحنا نواجه نادي الزمالك بالناشئين ونكسبه ونفوز ببطولة كاس مصر ما كانتش بس هي دي المفارقة ولكن بالنسبة لي كمان المفارقة أن الموقف ده ما يكونش استثناء ولكن الموقف ده كان قاعدة خلال وجود كابتن صالح سليم عايزك تعيش معايا الأجواء دي عشان تعرف قد إيه الراجل ده كان عظيم وقد إيه الراجل ده كان مؤثر كابتن صالح سليم إحنا في مسم 1990 بطولة الدوري النادي الأهلي مسم 1990 لم يكتمل الدوري 1990 النادي الأهلي قسر الدوري بمباراة فاصلة لصالح النادي الإسماعيلي 1992 واحد من أسوأ مواسم النادي الأهلي في تاريخه النادي الأهلي حل رابع وبفارق قبير لصالح نادي الزمالك موسم 1993 بتخسر الدوري وخروج كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن من نادي الأهلي في بداية التسعينات كان للتأثير على الفريق راحوا باوك اليوناني ثم نيو شاتل في سويسرا ولكن رجعوا في وجود كابتن صالح سليم في موسم 94 انت عندك هنا لحظة فرقة جدا وهي تخيل انت كمشجع النادي الأهلي قسران السوبر الإفريقي في 16 يناير 1994 ووضعك في الدوري الجمهور متحفز لأنك 3 سنين بتخسر ولكن في فبراير 1994 بتحصل مشدة ما بين ناصر التليس وكابتن حسام حسن اللي بيلقي التيشرت بتاعه أرضا لازم تعرف الخلفية الزهنية للمشهد والموقف ان كان قبل ده بشهر اقاف كابتن إبراهيم حسن لمدة طويلة جدا نتيجة الأحداث اللي حصلت في السوبر الإفريقي ولكن ده ما منعش أبدا كابتن صالح سليم انه يكون عنده مبرر للخروج عن النص اللي حصل من كابتن حسام حسن لأنه موقوف من اللحظة اللي رمى فيها التيشرت تخيل النادي الأهلي اللي في 85 حقق بطولة الكاس هو هو اللي بيحقق الدوري في ظل إقاف حسام حسن بعد غياب 3 مواسم ده قرس كابتن صالح سليم اللي تعلمنا منه كتير قوي خالد الزكر وطيب الزكر كابتن صالح سليم دوبا متعلم منه